رد الجميل من شيام الأوفياء ومن علمني حرفا صرت له عبدا كل واحد فينا يعني على مدار سنين طويلة جدا أكيد بيبقى ممتن لأحد الأسجزة اللي كانوا مؤثرين في حياته وحطت تحت خط مؤثرين دي يعني شرط كتير جدا لأنه ممكن يكون مؤثر في تعليمه ليك وممكن يكون مؤثر في تربيته ليك وممكن يكون مؤثر فيه أنه هو إداك نصيحة ما زلت حتى الآن متذكرها جدا ناس كتير جدا دخلت المدرسة وتعلمت وزي ما تخرجت زي ما كانتها اتعلمت حاجة وفي ناس اتعلمت حاجات كتير على الورق اسمها وزارة التربية والتعليم وكلمة التربية بتسبق كلمة التعليم علشان هذا الأمر علشان اللي احنا بنقوله ده علشان المعلم لازم يبقى مؤثر ولازم يبقى ليه بصمة مؤثرة جدا في حياتك احنا ليه بنقوله الكلام ده كله بنقوله لأن بمناسبة اقتراب الدراسة والشجون بتزداد والنستالجيا وفن الحنين للماضي زي ما بنقول بيعني بيخش جوانا كده وبنفضل نفتكر أشياء كتير كده على سبيل المثال مين من أسدزتك القدامة في المدرسة اللي كان ليه يعني تأثير كبير جدا في حياتك لو عندك حد من الأسدزة الأدام اللي هم فعلا أسروا في حياتك واللي هم فعلا قدروا أن هم يعني يغيروا فيك حاجة قدروا أن هم يعلموك حاجة كان فيه عندك مشكلة وهم حلوها ياريت توجه له كلمة وياريت قبل ما توجه له كلمة تذكر له الموقف ولو هو عندك على الفيسبوك اعمله منشن علشان نتعرف احنا كمان عليه ونشكره في صباح الخير مصر أول حد حسأله النهاردة في صباح الخير مصر هو زميلتي العزيزة بسانت الحسيني أكيد عندها أسدزة كتير في حياتها أسره فيه أكيد لكن أنا ممكن هقول لك سريعا جدا اتنين كده وفي الحقيقة هم بس الاتنين دول اللي أثروا فيه يعني لكن هبتدي بواحد أثر فيه أكتر لأنه صعب شوية تنسى مراحل التعليم الأولى من حياتك اللي هي المدرسة طب وأنا كان عندي مشكلة جامدة قوي من وانا صغيرة في المعثة أو في الحساب لأن الحساب بالنسبة لي كانت حاجة صعبة شوية مش من المواد اللي أنا بحب أدرسها أو بفهمها بسهولة مواد اللي بالنسبة لي كانت صعبة جدا وقعد كده سنين وكنت باخد بصراحة دروس خصوصية فيها لغاية السنة تالتة عدايدي والسنة دي كانت شهادة وما زالت يعني الشهادة لكن في الوقت ده مامتي وبابايا بقى إيه ابتدوا يركزوا معي جدا ولازم يعني يتركزي ويجي فيها درجات كويسة طب أنت بتاخذي دروس إيه المشكلة بقول مش فاهمة عامل إيه عملت اللي علي المهمة جالنا مدرس جديد كده دخل في نص الترم الأول خلاص المهم المدرس ده دخل أول ما دخل قلت له أنا عايزة أجي أخد عند حضرتك كدرس قال لي لأ مش هناخد دروس مش هنعمل حاجة ركزي في الفصل وركزي في الحصة كويس قوي أنا مش طالب منك أكتر من كده 45 دقيقة كل يوم تركزي فيهم طريقته كانت مختلفة جدا في الشرح كان فاهم أن مش كل الأولاد بيفهموا بنفس الطريقة فما ينفعش أشرح لكل الولاد بنفس الطريقة كان بيتكلم بأكتر من شكل اتكلم بأكتر من شكل وبأكتر من لغة للأولاد يعني حتى اللي كانوا بيدرسوا مثلا الحساب باللغة الإنجليزية ابتدل هو إيه لأ هفهمهم بالعربي شوية عشان خطر يمكن هو ده اللي واقع طيب تعالوا نفهم إيه المشكلة مثلا ما بين الجبر والهندسة طب بأنتوا فين وعين فين أكتر في الهندسة أو في الجبر ابتدت تبقى هي دي يركز معانا ويمسك واحدة واحدة مسألة مسألة ونحل قدامه واللي واقع في حاجة يعني يقول هالو ازاي يعملها من الأول وجديده ما كانش بيزة من الشرح من أعادة الشرح ودي كانت حاجة مهمة جدا جدا هو يفهم انه مش كل الطلبة بتفهم زي بعض مواد معينة زي ما في طلبة يحبوا جدا جدا الحساب لكن مثلا ما يتوقوش يذكروا تاريخ يقولك أنا مش عايزة مش عايزة أحفظ لكن هو في الحقيقة مش لازم تحفظ انت ممكن تفهم إيه اللي حصل في الحقبة الزمنية دي لكن لو عرفت تفهم إيه اللي حصلها هتكتب في المتحان كويس هتعرف تكتبها كويس ففي الحقيقة أنا بشكره جدا لأنه فرق معايا بقى من هنا لغاية ما اتخرجت من الجامعة لأن أنا في الجامعة كمان درست إحصى واقتصاد فبسببه أنا غيرت طريقة تفكيري وتعليمي حتى إن أنا أتعلم المسألة زي كانت مختلفة تماما مش بحفظها زي أنا كنت بحفظها هو فهمها لي هو للأسف توفاه الله لكن أنا بشكره أنا بشكره إحنا كنا بنقوله مستر جيمي بس هو اسمه جمال الله يرحمك يا مستر جمال أنت كنت حد فرق في حيتي جدا وفرق في تعليمي جدا جدا ومرديش ياخد درسي خصوصي دي بقى حاجة تانية خالص إن هو كان شاطر قوي كمان وواصق في نفسه جدا ومستغني يعني هو مش عايز ده مش عايز دي دروس خصوصي أنا مش فاضي لك وكان بيقول لنا كده أش فاضي لك عشان ديكوا دروس خصوصي فهو كان في الفصل بيشرح لنا المحترم محترم وبعدين كان 45 دقيقة هو مركز حلال رزق حلال فده من المدرسين اللي عمري ما هنساهم في مدرسة تانية موجودة معانا اسمها دكتور إيمان كانت بتدرس لنا الساينس أو العلوم كانت دكتور هيلة برضو كانت بتشرح بطريقة مختلفة هي كانت دكتورة دكتورة أطفال فكانت فهمة الساينس ده بطريقة مختلفة خالص وكان في السنوي كنا بناخد البيولوجي أو الأحياء فدرسته لنا كمان بطريقة مختلفة فأنا بشكرها جدا جدا لو هي بتفرج علينا دلوقتي انت بقى مين أثر في حياة والله في ناس كتير يعني ميس إكرام في ابتداء كان فيه ميس بلقيس كان اسمها مميز جدا اسمها حلو قوي كتايا اللي مسكن نشاط المدرسي بتاع الصحافة والإزاعة المدرسية الساتي دي مؤثرة في حياتي ما تتخيلش بشكل عامل ازاي ممكن هي سبب ان انت تنظر أنا كان عندي يعني والدي كان والدي مترجم وليه كتب كتير يعني منشورة وهو كان مثقف جدا وأنا كان عندي اتجاهات كده أنا ممكن أطلع صحفي إعلامي يعني كان نفسي أخش إعلام لكن الساتي دي أثرت في حياتي جدا يعني هي فعلا حطتني على الترك الصحيح وهي اللي خليتني خش الصحافة المدرسية وكتب بإيدي مقالات بسببها خدت عشرة على عشرة في موضوع التعبير ومنساش ان الأستاذ العربي ساعتها قال انت الوحيد اللي ديته عشرة على عشرة بسبب الست دي وبسببها وقفت قدام المايكروفون المختلف الكتباتية بتعلمه لك يا مصطفى خليتني أثق في نفسي قدام المايكروفون قدام مدرسة بأكملها أتكلم بمنتهى الفصاحة بمنتهى الثقة لما جيت طلعت بعد كده في الكلية كنتش خايف من مايكروفون لما جيت اشتغلت كنتش خايف من مايكروفون فهي أول واحدة أنا بدين لها بالفضل بدين بالفضل جدا جدا للدكتورة سوزان القليني دكتورة سوزان القليني اللي ملها إعلامها يا أستاذة الإعلام وهي كان رئيس قسم الإعلام في كلية الأدام جمعت عن شمس الستي دي لها فضلة عظيم علي عظيم هي اللي خلتنا نتضرب في مؤسسات صحفية وإعلامية وهي اللي علمتنا الإعلام واحدة وحدة وهي اللي حطتنا على التراك وكانت قمة في الصبر وفي الزكاء وفي الاهتواء وكانت أمة بمعنى الكلمة قبل ما تبقى مدرسة الست دي مهما أحكي هي يعني صاحبة فضلة على ناس إعلاميين كتير اللي درس إعلامي يعرف كويس مين هي الدكتورة سوزان القليني فأنا بعتقد أن كل واحد بيبقى عنده حد أثر في حياته يعني أكيد أنا شايف أن الناس دي شكلت شخصيتي أنا على سبيل المثال وكذلك بسان وكذلك حضرتكم أعتقد كمان يا مصطفى أن لو هنتكلم على فترة الجامعة بقى دي فترة مختلفة تماما لأن دي بقى هنا إيه الفايصل أنت فعلا هنا اللي درسولك في الجامعة دول لو الدكتورة فعلا فعلا مركزين مع كل طالب وقدرين يزرعوا الثقة في النفس للطلاب هيقدروا بعد كده يأهلهم لسوق العمل بطريقة كويسة جدا ومن هنا أنا بشكر طبعا عميد كلية دكتور عبد المنع المشاط كان عميد الكلية عندي لكن كان مهتم جدا بكل الطلب عنده في المراحل المختلفة التعليمية في الكلية فبحب أشكره من هنا كان مركز مع الناس بشكل شخص جدا واللي كان واقع في حاجة كان بيعود معاه ويتكلم معاه وذي كانت حاجة مهمة قوي في الحقيقة زي ما كنا بنقول لحضراتكم من شوية يمكن من الصعب نسيان مراحل التعليم لأنها بتشكل الشخصية وبتشكل مستقبلك هيبقى عاملة ازاي أو أنت حابب تشوف المستقبل بتاعك ازاي في بعض المدرسين كانوا كويسين جدا وقصروا فينا والبعض التاني يمكن معماش مجهود الكافي لكن احنا النهاردة هنتكلم بإيجابية عن اللي عملوا مجهود وخلونا النهاردة نقدر نقف ونشكرهم ونقولهم شكرا على مجهودكم الكبير اللي انتم عملتوا معنا